مرحبا معكم نواف اليوم نتكلم عن الشروط في بايثون شروط هذا اذا اذا بدك البرنامج حقك يسوي شي معين اذا في شرط حصل او يسوي حاجة ثانية اذا في شرط ثاني حصل خليني نوريكم فخليني نقول ان عندك مثلا سعر سيارة مئتين واحد مئتين الف خليني نقول في سيارة سعره مئتين الف مئتين الف ريال وخليني نقول ان فلوسي اللي انت عندك مئة وخمسين الف ردي البرنامج ده اذا اذا عندي فلوس ابتين الفلوس المطلوبة عشان اشتري السيارة بجولي ان او هندي فلوس كفايا ولعدي فلوس اكثر او يساوي الفلوس اكثر او يساوي قيمة السيارة بيقول له عندك فلوس كفاية. هذا اللي بنسوي. فحنستعمل شيء اسمه F statement يعني بنقول F اذا الفلوس اللي عندك money اكبر او يساوي السيارة السيارة. اذا بطبع لك رسالة تقول you have enough money. عندك فلوس كفاية. او اذا ما عندك فلوس او او اذا حاجة ثانية صارت غير انه اي حاجة ثانية صارت غير انه ما عندك غير انه عندك فلوس اكثر او يساوي الفلوس اه فلوس السيارة. بقول لك ما عندك فلوس كفاية. بقول لك you do not have enough you do not have enough money. اوكي? هذا كل ما نسوي. نطبع. فأنا الحين مع المية خمسين الف والسيارة ميتين الف. شغلت البرنامج قال لي you do not have enough money. دب اتغيرت دي خليت دي خليت دي خمسين الف. حين صاري ساوي اللي هنا. يقول لي you have enough money. اوكي. طب اذا 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 عندي مثلا سيارتين. اه مثلا عندي خلي نقول تايته. وعندي مثلا هوندا. اوكي والهوندا سعرها ميت الف. واحد اتلاتة اربع. كم ها دي هذا مليون? لا ميت الف. اوكي. ودك البرنامج يقول لك كم عندك فلوس. اه ايش يمديك تشتري بالفلوس اللي عندك. فلي بتسوي بتقول. اف. ماني. اكبر. او يساوي. اكبر او يساوي. اكبر من سعر الهوندا. اوكي. اكبر من سعر الهوندا. اوكي. اكبر من سعر او يساوي سعر الهوندا. اذا بقول لك. اذا بقول لك. اذا بقول لك. اذا ما عندك فلوس للا الهوندا ولا تيوتا. اذا ما عندك اي من الشرطين هدولة. اذا بقول لك. اوكي. اطول بنامج خلق معنا. ما يرد مية خمسين الف. يا افنوك ماي تبايت اتا. معايا مية خمسين الف. اوكي. مية خمسين الف. هاي. الحن يقول لي معايا ماني تي باي هوندا. معايا بس خمس ريال. بقول لي ما عندي فلوس لأي حاجة. وكذا نستعمل الشروط. ونشوفكم في فيديو التاني. مع السلامة.